النبي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ولازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى صورة الروم وتوقفنا عند الآية التاسع عشر ونقرأ الآيات عشرين وواحد وعشرين وهي تستمر لما جاء في الآية التاسع عشر من استشهاد على حقيقة الألوهية وحقيقة الربوبية وحقيقة الخالقية وحقيقة الوحدانية لله الخالق سبحانه وتعالى ببعض أعماله في خلقه ببعض إتقانه في خلقه فتقول الآية ومن آياته أن خلقكم من طراب ثم إذا أنتم بشر تنتشروا وعلمنا أن أبوين آدم وحواء عليهما السلام خلق من طراب وهذا التراب إذا ابتل يصبح طينا وإذا اختير منه عناصر معينة يصبح سلالة من طين وهذا الطين إذا ترك فترة يتحول إلى حماء مسنون ثم صلصالك الفخار ولذلك نقول أن الميت من أيامنا يعيد هذه الصور بالعكس إذا مات الميت يتحول جسده إلى كتلة متصلبة كأنها صلصالك الفخار ثم يتعفن قليلا ويبدأ يفقد شيء من مائه فيصبح كالحماء المسنون ثم إذا دفن يبدأ طبعا التحلل أكثر وهذا التحلل يؤدي إلى تبخير الماء فيصبح كالحماء المسنون وبعد ذلك يتحول إلى الطين اللازب ثم الطين ثم إلى سلالة من طين ثم إلى تراب الأرض فنرى في الموتى في أزماننا ما يؤكد على حقيقة خلق أبوينا آدم وحواء عليهما سلام من تراب الأرض فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق آدم من تراب أو من طين أو من طين اللازب أو من سلالة من طين أو من صلصالك الحماء المسنون أو صلصالك الفخار نقول آمنا بك يا رب العالمين ونحن نرى أبني آدم يخلقون بالتناسل وفي عملية التناسل نرى كما ذكرنا مرات عديدة أن الجنين يرث شيئا من الطراب الأصلي الذي خلق ربنا تبارك وتعالى منه أبوينا آدم وحواء عليهما السلام ثم بمجرد التصاقه بجدار رحم الأم يبدأ في التغذي على دمائها ودماؤها مستمدة من غذائها وغذاؤها مستمد من طراب الأرض إذا ولد وبدأ يرضى من لبن أمه أو من لبن أم أخرى أو لبن حيوان من حيوانات هذا اللبن مستمد من غذاء صاحبه وغذاؤه مستمد من طراب الأرض إذا فطن وبدأ يأكل شيء من الخضروات والفواكه واللحوم ومنتجات الألبان كل ذلك مستبد من طراب الأرض فإذا قال ربنا تبارك وتعالى مستشيدا على طلاقة قدرته هذه الآية ومن آياته أن خلقهم من طراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فإن هذه الآية تشهد لهذا الإله الخالق بطلاقة القدرة وببدأ الصنعه وبأكام الخلق وتضيف الآيات قول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقلنا أن الله تعالى من طلاقة قدرته أنه خلق كل شيء في هذا الوجود من زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة والنفس الواحدة هي الطين الذي خلق منه ربنا تبارك وتعالى كلا من أبوين آدم وحواء لذلك يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني أن من طلاقة قدرته أنه خلق للآدميين الذكر والأنثى كما خلقه لكل شيء من مخلوقاته حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون يعني جعل ربنا تبارك وتعالى هذه العلاقة الزوجية أنها في الأصل تقوم على المودة والرحمة حتى يستقيم أمر البيت وقد أودع ربنا تبارك وتعالى في أنفسنا أسس لهذه المودة والرحمة التي تثريها وتغنيها قضية الإيمان بالله والتسليم بأن الله تعالى خلق كل شيء في زوجية حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه وتضيف الآيات قول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا آيات للعالمين طبعا تحدثنا كثيرا عن خلق السماوات والأرض وأن ذلك تم بإتقان شديد وبحكمة بالغة وأشرنا إلى قول أحد علماء الفلك المعاصرين أنه ثبت لنا أن هذا الكون بدأ بعملية انفجار ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها وتشتتها ولكن انفجار يؤدي إلى بناء كون بهذه الدقة في الكتل والأحجام والمسافات والسرعات والعلاقات لا يمكن إلا أن يكون قد سبقه علم حكيم قدير وهو علم الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته واختلاف ألسنتكم وألوانكم طبعا كون أننا جميعا من أصل واحد ثم تتفرع الألسن في زماننا بهذا الشكل هناك حوالي خمسة ألاف لغة يعرفها العلماء في جنبات الأرض اليوم هذا التنوع وكلنا بدأنا بلغة واحدة هي لغة أبوين آدم وحواء وهي اللغة العربية فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذا التنوع وهو من دلالات طلاقة قدرته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم لون البشرة يتحكم فيه خليط ما بين مادتي الهيموغلوبين والميلانين فيعطي ربنا تبارك وتعالى الأحمر والأبيض والأصفر والأسود والأصل واحد وهذا من طلاقة قدرته سبحانه وتعالى قالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون طبعا جعل ربنا تبارك وتعالى الليل للنوم والراحة والسكون والدعاة والاستجمام وليستعادة النشاط وجعل النهار للكدح والجري وراء المعايش وللنشاط في هذه الأرض بما شرع ربنا تبارك وتعالى ولكن بالرغم من ذلك يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هناك مهام تستدعي أن يستيقظ الإنسان بالليل وأن ينام بالنهار فهيأ الإنسان لهذه الإمكانية مع أنها ليست القاعدة وليست الأصل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون البرق حينما يأتي والراد نعم يلعب دور مهم جدا في إثراء الأرض بكثير من العناصر التي تحتاجها الحياة حينما يحدث الراد والبرق يعني تأحدث تفريق ربي فيؤدي إلى إكثار أكاسيد النيتروجين وأكاسيد غير ذلك من العناصر الموجودة في الغلاف الغازي للأرض وتنزل هذه مع المطر فتثري الأرض وتعاون على إحيائها بعد موتها لذلك قال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا أن البرق قد يصيب الناس بالصوائق قد يصيب الناس بالدمار بالموت فهو يعني وسيلة من وسائل تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا طمعا فيما يصاحبه من خير المطر وكاسيد النيتروجين التي تزيد خصوبة التربة والخوف من أن يصيب الإنسان شيء من هذا التفرغ الكهربي الذي قد يصعق به الإنسان والحيوان والنبات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل معكم هذه الآيات العلمية في صورة الروم وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته